طيب لو عايزين نعرف من حضرتك رؤيتك لفيلم أهل الكافل الفنان خالد النبوي هو الفيلم ده مش فيلم عيد بصراحة يعني خايف ما كانش يمفعن ننزل فيلم عيد للأسف الفيلم مش عمشان طيب كفيلم سينما مش شرط العيد هو نزل في العيد على أساس أن أجازات زي ما حضرتك طرحته والناس تشوفه بس رؤيتك للفيلم نفسه لا يعني الفيلم بصراحة أقل ككتابة من الرائعة توفير حكيم هي الحدوثة مش كان لازم تكتب أكتر كان لازم تاخد وقت أكتر كان لازم فيل تنفيذ تبقى مختلفة شوية يعني كان الفجوة في الكتابة مش في التصوير نفسه لا طبعا الموضوع مش خالد النبوي بس الفيلم فيه عدد ضخم جدا من النجوم حضرتك لو شفت الأفيش هتلاقي فيه يعني خالد النبوي وحمد عيد وصبري فوز ومحمد ممدوح مجموعة يعني الأفيش مليان أصلا أسامي كبير هو مش فيلم خالد النبوي هو فيلم أفيش ضخم فالبطولة المشتركة دي ما قدرتش تسند الفيلم ليه؟ لأنه أساس أي عمل فني هو السيناريو فالسيناريو كان ضعيف بالنسبة للنجوم الكباردول بالنسبة للحدوتة نفسها بتاعت فكرة أهل الكهف وتفاصيلها اللي كتبها الأستاذ الكبير الذي بالكبير توفيه عبدالحكي توفيه الحكيم والأيمن بهجة أمر ما أحترمش شديد ليه كشاعر وكسيناريست بيحاول يثبت نفسه لكن هو كسيناريست ما إش قادر يوصل لأيمن بهكة أمر الشاعر الغناء الشاطر جدا يمكن من أفضل الشعراء اللي موجودين على الصحة حاليا شكرا